جلسة عاصفة لبرلمان إقليم كردستان انتهت بتفعيل مفوضية الانتخابات والتصويت على عضوين جديدين فيها الجلسة عقدت رغم انسحاب المواب الاتحاد الوطني وحركة التغيير منها بعد اعتراضهم على إدراج فقرة التصويت على المفوضية في ججول الأعمال على ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان في المادة التاسع عشر فلنائب الرئيس حق ممارست جميع صلاحيات الرئيس في غيابه كان النصاب مكتملا في الجلسة وجدول الأعمال قانوني بالكامل ثمانية وخمسون نائبا من أصل 111 صوتوا على تفعيل عمل المفوضية نواب الديمقراطي الكردستاني ويمثلون الأغلبية داخل البرلمان اعتبروا ان التصويت ينهي الجدل حول موعد الانتخابات وانها ستجري بموعدها في تشرين الثاني القادم فيما أيدت كتل أخرى ذلك كانت هناك اعتراضات من قبل الرئيس الفرلمان وكتلة الاتحاد الوطن الكردستاني ولكن بسبب أن تم التصويت بالأغلبية على الاستمرار في الجلسة لذلك استمرت الجلسة وتم إعادة الثقة لمجلس المفوضين التابع للمفوضية العليا المستقل للانتخابات في إقليم كردستان وتم انتخاب عضوين كانت هناك شاغر في مجلس المفوضين عضو للتركمان وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لتستطيع المفوضية أن تقوم بأدائها المناوشات عادت مرة أخرى وهذه المرة عنوانها جلسة تفعيل المفوضية إذ يصر البارتي أن تأجيلها من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونيا فيما يقول اليكتي إن إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على الجلسة مخالفة للاتفاق السياسي وهو ما ينظره بانقسام جديد مشرق المنصور أربيل يو تيفي